يا أخي شي ما هو منطقي هذا الإسراف وحنا في أرض صحراوية من الأساس يا ابو نورة لكن الواحد دوش يقول إسراف وعدم تقدير للنعمة تخيل يا أبو فهد كانوا الأولين يقطعون آلاف لميال عشان يروون عطشهم وحنا اليوم الموية اهبين يدينا ونهندرها بهالشكل وش نسوي لو جفت موارد الموية كيف نعيش وكيف بيكون مستقبل عيالنا ولا جيال الجاية لإستمرها الإسراف ايه علشان هالتصرفات وحفاظا على مواردنا الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصدرت لائحة فنية خاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه وألزمت جميع المصنعين والمواردين بمتطلباتها ها وش هاللائحة؟ شوف يا طويل هيئة المواصفات درست وش أكثر الأدوات الصحية استهلاكا للمياه ولاحظت أن المراحيض الغربية الله يكرم والمراوش وصنابير المياه من أكثر أدوات استهلاكا للمياه فأصدرت اللائحة بحيث تلزم المصانع أن تكون هذه الأدوات ما تسمح بالإسراف في المياه من الأساس لكن اللي مثلي ومثلك يا أبو فهد من المستهلكين كيف نستفيد من اللي تقوله؟ لا حقل يا أبو نورة لا تصير عاجل أصبر هيئة المواصفات ألزمت أيضا المصنعين والموردين بيوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على ثمان منتجات وهذه بطاقة توضح لنا كمستهلكين قدرة منتج على ترشيد الاستهلاك من خلال ثلاث مستويات توضح كل منتج بيستهلك كملة دقيقة وإنت الدور عليك تختار لي وفرلك الله لا يغير علينا الله لا يغير علينا